السلام عليكم كيف كونشو الأخبار معكم محمد الكويفي أهلا وسهلا فيكم اليوم بهذا الفيديو حيكون تطبيق عملي وبدي خبركم اليوم كيف أنت تبلش بالتجارة الإلكترونية بحسب رأسمالك وحسب وضعك وكيف تعمل علامتك التجارية من الصفر يلي هو هدف الجميع ثلاث طرق حسب وضعك ورأسمالك تبدأ بالتجارة الإلكترونية وتنشئ البراند العلامة التجارية الخاصة فيك اللي حاجب لك إن شاء الله الملايين ركز معي لهذا الفيديو من أهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفها بحياتك طيب خلينا نبلش بالطريقة الأولى والأسهل والأقل تكلفة اللي ممكن تكلفك من صفر إلى خمسمية فينا نقول دولار دولار أو يورو نفس الشي هي الطريقة اللي أنا بلشت فيها يا اللي هي أنك تعمل متجر إلكتروني عندي فيديوهات أنا بتعلمك كيف تعمل متجر شوف الفيديوهات هاي تعمل متجر إلكتروني يعني منصة مثل השوبيفاي ليس الأمازون تعمل متجرك الإلكتروني عن طريق الشابي فاي لأنه أقلتك لفتا وتختار منتج بمجال معين مهم جداً نيش برادكت بمجال معين شاني نيش مثلاً مجال الحيوانات مجال البوكسينج مجال القطط تختار مجال معين ومن ثم تتواصل مع المشاهير يلي عندهم صفحات فيها متابعين كتير ولكن صاحبها مجهول الهوية مثال صفحات اللي بيحكوا عن كلاب أو عن قطط وفيه فيديوهات مهضومة وتضحك وجميلة جداً عن القطط والحيوانات هاي الطريقة اسمها الانفلونسر ماركتينج أو التصويق عبر المشاهير يلي ما عندهم وجه ما عندهم وجه ما في حدا ما في فيس للقصة كله فبيكون الترويج عندهم رخيص 100 يورو 50 يورو 120 دولار 130 دولار أحيانا 20 دولار حسب صفحة دار فيها متابعين فأنت كل ما عليك تبني المتجر تاخد المنتجي مثلاً متجر قطط تحط منتج للقطط مثلاً قلادي عليها قطة أو اسم القطة تبعك وتعمل فيديو أو يكون في فيديو من المورد تبعتوا لهي الصفحة هاي صفحة تحط للفيديو هاد عنده ويجي مشاهدات والناس من المشاهدات هاي تكبس على الرابط تبع المتجر تبعك يلي بيكون هو حط عنده بصفحة لمدة معينة 10 ساعة 12 ساعة 24 ساعة حسب الاتفاق بينك وبينه وبيكبسوا الناس على الرابط بيروح عندك على المتجر وبيشتروا من عندك وهي الطريقة يلي أنا استخدمتها حتى جيب المصاري الأولى لإلي من التجارة الإلكترونية بطريقة شوبيفاي أوكي أو عن طريق متجر شوبيفاي أول طريقة هيك عملت هيك رواش أنا هلأ الطريقة الثانية يلي بتكلفك أقل من ذلك رأسمال بتكلفك بس سعر للبضاعة أنك تطلب المنتج اللي عندك على البيت وتصير أنت تروج لهذه المنتج وتنزل المحتوى يعني تصور له محتوى وتنزله على الانستجرام ريلز اليوتيوب شورتز والتيك توك بس والناس بس اللي بتشوف المنتج تبعك واو بتصع لك كيف دي اطلب كيف دي اطلب بتحط رابط المتجر تبعك بالبيو أو بالصفحة تبعي اللعب تروج منها طبعا المهم جدا أنها تنتبه أنه هلأت بيكون عندك شي اسمه واو برادك شعني واو برادك يعني ممتج واو حبيتو بدي من هذا المنتج ما بيصير يتروج لمنتج يكونه أوك هذا حلو أحلى من اللي عندي أو هي كول لونها أجمل من اللون الشرنة اللي شفت أنا مثلا بالمحل لا بدك شي جديد واو كول ماني عرفا أنه فيه هيك شي ما بعرف انه هذا الشي موجود أو هذا الشي ما لموجود عندي بالمحل او قدام بيتي او او مرة بشوفه هيك شي بحالاتي كله هيك شي بتك ترويج هيك نوعي من المنتجات ترويج اوكي فعنك دول طريقتين الاسهل طبعا انك ترويج بهاي الاوفر انك ترويج بهاي اوكي على كل الحالتين ما حتجيب انت مئات الالوف هون بعض الاشخاص ممكن نوصلوا لمرحلة مئات الالوف حسب انت المنتجية اللي عندك ولكن الغالبية للعالم هون بتجيب الف الفين ثلاثة الف اذا بطل والغالبية اللي لازمة تجيب الالف والالفين اوكي مو بيوم وليلة تحتاج تتواصل مع مثلا عشر صفحات خمسة عشر صفحة تعمل مع انديل العشر صفحات دول داك تتواصل مع مثلا مئة صفحة اللي يردوا عليك عشرة ونفس الشي تيك توك اورغانيك هون ما تتوقع اول فيديو هون تصوره نجيب النتائج بدك شي مئة من المئتين فيديو لتجيب النتائج وفيك حتى انت اذا ما بدك تصور اذا فيه منتج اصلا بماشي تتسرق المحتوى الموجود على اليوتيوب تنزله عندك وتعدل عليه شوي وترجع تحمله ما الاحصن طريقة لانه فيها سرقة محتوى ولا كان كتير ناس بيعملوه اوكي هاي الطريقة الاولى level 1 فينا نقول هلأ شو level 2 level 2 بكلفك شوية مصاري ولكن هو الانجح والاسرع نجاحا وبتشوف نتائجه من اول يومين يلي هو انك هاي الطريقة انا بشتغل فيها وطلابي معي بالكوتشنج انا عنادي كوتشنج اذا انتم اهتم في تواصل معنا بالكوتشنج هال انا بركز عهي الطريقة انه خلي الناس المشتركين معي يعملوا اعلانات ممولة مباشرة حتى نختصر الوقت ونعرف على السريع هل المنتج اللي عنا منيح نكمل فيه ونجيب فيه مصاري ولا ممنح وعم نضيع وقتنا عليه فنعمل مجر الالكتروني بنختار منتج بمجال معين مهم جدا يكون بمجال معين ما يكون اي منتج لا يكون بمجال معين ومن ثم نعمل له اعلانات ممولة على الفيسبوك انستجرام والتيك توك فيه مياصات تاملة مثل سناب شهة وغيرها ولكن نحن نركز على الميتة والتيك توك نفس الطريقة اونلاين ستور كيف تعمله فيه عندي فيديوهات على القناة بتعلمك كيف تعمله منتج كيف تختاره عندي فيديو نزلته من جمي يوم عن تختار كيف تختار منتج وإعلانات ممولة عندي فيديوهات بعلمك كيف تعمل انا موول كمان عندي على القناة لقينا منتج بهاي الطريقة ممكن تتجيبي عشر الاف عشرين الاف تلاتين الاف مربح بالشهر طيب انا بدي ايش تصير مليونير وبيدي يصير انا عندي بزنس كبير ما حيمشي بهذه الطريقة مع انه حلوة واغلل ناس بيعملوها ولكن هي ما بتوصلك لارقام الكبيرة الارقام الكبيرة بتصير فقط لما تعمل براندين لما تعمل براند لما تعمل علامة تجارية للمنتج تابعك يمكن هو نفس المنتج هات يلي انت نيش برودك تبلش فيه انت بتجرب حلو حبيته ونجح معك هاد النجاح تنقله وتعمله براند كيف عن طريق انك تعمل التالي ركز معي هذا الفيديو من اهم الفيديوهات يمكن تشوفه بحياتك ركز معك كيف بنعمل براند هي ليست مجرد لوجو ديزاين لا بل هي عدة شغلات خلينا نركز مع بعض انا عملت لك هون brandname.com هذا اسم البراند تبعك مثلا اسم البراند تبعي كوفي كوفي.com brand او اسمك انت خلينا مثال تحط هون دومين تبعك وبتاخد التالي هل وبتركز معك هل المنتج تبعك بحي المشكلة او لا يفضل دائما انك تبلش بمنتج يحي المشكلة انه هاده اسهل للبيع والله بحي المشكلة ممتاز خلصنا هالشي هل هو سهل الفهم والله صعب الفهم بنا نحاول نخليه سهل الفهم ونحاول نروجه بطريقة سهلة الفهم خلصنا من هاي طيب هل الديزاين تبعه يونيك لا والله ديزاين تبعه عادي متلوت لأي شي تالي بتغير الديزاين تبعه نفس المنتج اعمل له ديزايني شديد مو القلبة شكل المنتج مثال هاي فنجان هون هو وصخ شوي انه كان عبسختمه ولكن هاي فنجان هون ما تبيعه هيك اذا كل الناس بتبيع نفس الفنجان هاد غير له شكله غير له المسكة هون غير له الديزاين غير الديزاين مهم جدا بحياتك شفت براند ديزاينيك حتى الأبل مثلا المنتجات هون الديزاين الكاميرات غير المنتجات العادية غير التليفونات العادية حتى اي شي اني بيعملوه غير الشرارات العادية فلذلك انت كتاب لتعمل براند وتنجح اعمل شي ديزاينه مختلف ولو خمسة بالمية ولو عشرة بالمية ولو شكل صغير زاوي من الزوايا يكفي غير اوكي طيب غيرنا ممتاز صلنا اقرب لانه نعمل براند هي براند عبارة ليش هالشغلة بل هي مجموعة اشهاء مجتمعاتا وليس بين يوم وليلي تحتاج وقت طيب بدنا ننزل نصير محتوى ما بيصير تعمل براند دون محتوى بدك تنزل محتوى بس أنا ما عليك تصور بده يصيري الى تصور او تجيب حدا تتفعله مصاري توظفه عندك يصور لك ومصاري هي بتجيبه من الاعلانات اللي كنت عب تعملها ممكن انت عب تروج بتجارتك هون ممكن انت هون عب تروجها تجارتك وعب تجيب مصاري ممتاز قررت بعدين تعمل براند يعني البراند بتكون هي التطور الطبيعي فينا هو هيك حطها سهم هو يكون التطور الطبيعي للمنتج الناجح تبعك فدقسير تنزل محتوى يا اما انت تنزل محتوى يا اما توظف حدا من مصاريك عب تربحها وارباحك هي متاخذة لك بشكل اناني بل توظف حدا فيها تساعده هو يا اخو بصاري تأمن وظائف انت تأمن فرص عمال للناس وبنفسه قد تاخد كونتنت وبنفسه قد تعمل محتوى فبدنا التنتين بدنا محتوى وبدنا كونتنت مجاني كونتنت هذا اللي بنزل على السوش ميديا وليس المدفوع اوكي بدك تتعامل مع افليتس كيف تواصلنا هون بهاي صفحة مثلك هون تتواصل مع الناس على الانستغرام الناس يلي ما عندن وجوه تتواصل مع الناس يلي عنده وجوه ويلي ما عنده وجوه تعطيهم مصاري وبنفسه قد تخليوني روجوا للمنتج تبعك وتعطيهم النسبة كوميشن يعني خوض مصاري هاي الفين يورو روج لي المنتج هاي خمس سالاف يورو وخوض كوميشن كمان احد الناس يلي اشترط معهم هي بنت اخدت مني 12 الف عدت دفعتين عدت دفعات اوش 8000 بعدين 2000 بعدين 2000 جابت لي 64000 بالمبيعات وعطيت 10 بمية كوميشن يعني 10 بمية افليت اوكي فشلون صدت تروجها منتجاتي عملت فيديو حتى بدون ما نطلب منه مصاري ليش؟ انه هي عب تاخد افليت ومبسوطة بالأفليت ومبسوطة بالمبيعات يعني هي جابت لي تقريبا بحدوث 60 الف مبيعات اكلم 60 الف بشوي فهي اجاها 10 بمية كوميشن اجاها 6000 يعني النص اللي عطتها يوان اجوها من الكميشن ليش؟ لانه منتج منيح وهي روجت له بحب وجابت نتائج فرجعت روجت له حالة مرة زيادة بدون ما ادفع لمصاري وجابت مبيعات لانه واخدت الكميشن شايفين؟ فبدي اياك تعمل الكميشن عن طريق ان تتعامل مع الانفلونسر فهيك انت تتعاملت مع انفلونسر وقفيت نفس الوقت الافيليت كمان بيكون احيانا بلوغ يعني حد عنده منتدة او عنده مقال او بيكتب مثلا مقالات بمجاله مثلا انت بمجال اطفال حد ام عنده بلوغ تكتب مقالات دائما للامهات خليها تحط اسم المنتج تابعك ضمن الافضل 10 منتجات لابني او افضل 10 منتجات للولاد الحديثي الولادة شايف؟ افضل 10 هدايا للابهات والامهات خليها تضيف للمنتج تابعك وحط له الرابط اي واحد بيكبوس على الرابط ويشترون عندك المتجر تاخد هي عمولة افليت هيك بدك تتعامل طيب عندنا عن ذلك بدنا نركز على الكوبي رايتينج اللي عندنا الادفيرتوري اللي عندنا والبلوغ صير انت تكتب ببلوغ وانت الكوبي رايتينج هو طريقتك بالكتابة تكون مقنعة يعني لما حدا يقرأ النص تبعك يقتنع العواطف والمشاريع اللي عنده تتحرك بسبب الكتابة اللي عندك فتكون شاطر بكتابة الاعلانات بدك تطور هي المهارة او بدك توظف حدا عنده هي المهارة فعندك الخيارين اذا انت ماذا تتعلم هو ما له سهل صعب ولكن ما له مستحيل بسيط جدا ولكن صعب انه بده ممارسة واغلب الناس ما بتحب تعملوا فبتوظف نفس انا شخصيا بوظف ناس عندي كتير خبرة كبيرة بالكوبي رايتينج ولكن مع ذلك بوظف ناس هني بيعملوا لي الكتابات لكل شي عنده وفي عندك الذكاء الاصطناعي بيصاعدك كتير اخر فترة كتير ناس عم تستخدم الذكاء الاصطناعي انا شخصيا بتستخدمه كتير كمان ولكن ما لك مثل الناس يلي بتكتب اصلا كوبي رايتينج او بتكتب اعلانات يعني عن حقه حقيق وشغلتها وبتاكه بتشرب من هذا الشي اوكي والأدفرتوريال هو حكيت عنه انا مرة بالكورس المجاني يلي نزلته عن الديجيطال ماركتينج بدي ياك تشوفوا الكورس المجاني هاد على اليوتيوب نزلته ولكن الادفرتوريال هي عبارة عن الصفحة يلي فيها انه قصة كيف انا كان عندي هاي المشكلة وعم عاني منه وشو عملت حلول وما مشي حال ولا اي شي لحد ما سبحان الله بالصدفة شفت المنتج يلي هو منتجك وهذا المنتج تغيرت حياتي بعد ما استخدمته لذلك انا حبيت اكتب هذا المقال المدفوع عن هادي المنتج لانه حاليا عملينا عرض انا ما كنت عارفاني انه كان موجود لو كان موجود بوقتي كنت اشتريت انا اربع قطعة بدل القطعة فاذاك انا حبيت اكتب المقال لانه موجود العرض تشتروا الان الرابط تحت شايفين هاد اسمه ادفرتوريال فهو عبارة عن بلوك ولكن مكتوب بهدف البيع وليس بهدف التثقيف او الافادة حسنا هدول ممتاز ناخد نيكست شايفين البراند ليست مجرد لوغو بل شغل 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 طبعا شغل ولكن هاي بتجيب لك المليون بالشهر والمليونين بالشهر والعشرة مليون بالشهر ببعض البراند وعشرين مليون ببعض البراند وفي براند اكتر وهيك مثل الاليزا سونايك وكلهم هدول بيجيبوا مئات الملايين بالشهر فلذلك لا تستغلب هاد الشي متاح طيب الان لين ستور يعني يعني بدل نسبة المبيعات عندك بالمجر بدل ما يزورك مثلا 200 شخص او 100 شخص سبع بالمية بدلش ما يصير اطناعش بالمية عالامازون مثلا 20 بالمية 15 بالمية عالامازون بس عمتجرك واحد او مص بالمية او ربع بالمية ببعض الاحيان او صفر فاصل واحد بالمية ببعض الاحيان طب ليش ان الناس مواثقة فيك فبدك تأول متجر تبعك وتزود عناصر الثقة عمدك بالمتجر حتى الناس توثق فيك مثلا بمتاجر تاني مثل الامازون وقالدس ونايك وغيرها بيوثقوا فيك بيمنتجك انت وبيزيد الكونفرشن ريت وهذا الشي بيصير مع الوقت ومن الصفر فيك تبلش طيب منعلي الكونفرشن ريت بعدين منركز على الشي اسمه التوزيع شو يعني انه انا بدل ما بيع فقط بالمتجر الالكتروني بصير ببيع على المتجر الالكتروني وبالامازون كمان اها يعني صار عندي مكانين مو بس هيك وببيع كمان على اي باي وببيع كمان على نون دوت كوم مثلا زينا بالوطن العربي وببيع كمان بالمحلات وبيع بكمان بالمحلات مثلا الوسط السوبر مركت الكبيرة شوي وببيع بالسوبر مركت الصغير وببيع بالمحل الدكان والميني ماركت شايفين وهذا الشي اللي عملوا شركات مثلا المعروفة من شهورة بالكوكا كولا وبيبسي شو عملوا صاروا بيعوا حتى بافقر بلد تلاقي كوكا كولا وبيبسي طب شلون ما عنده انترنت بس بكل محل فيه بكل سوبر ماركت فيه على الونلاين فيه بالامازون فيه شايف؟ هاي اسمها نقاط التوزيع كل ما كتروا الناس اللي ممكن يكون عندهم إمكانية وصلوا لمنتج تبعك كل ما كتروا ما بيعاتك فما ما بيهم ما بيهم يكون عندك أحسن كواليتي بل بيهم تكون أكتر واحد معروف وأسهل واحد يكون إلك وصول يعني الوصول إلك سهل تخيل أنت اليوم بدك شغلة عندك بالبيت بالبراد حتى لو ماكت هاي كواليتي حتى كلا مع أنه الأكل هاي كواليتي موجود بالسوبر ماركت واثنين نفس السعر الهاي كواليتي واللوكواليتي بس أنت عندك بالبراد للوكواليتي أخي عطيني هلأ الموجود بدبر حال موجود ما حروح ألبس وروح على السوبر ماركت نفس الموضوع عطيني الموجود بالمحال ما حروح أفتح الموبايل واشتري أونلاين ويتعذب وحط مانوات الدفع أخي خلاص بأخذه وعلكاش شير أنا قاعد قاعد عبي شتري وعبي شتري هدفع 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 لغراضي وهي الشغل الثاني اللي بدي إياها فكلما كترت نقاط التوزيع كما ربحت فالإنسان الذكي بتلاقوا المؤسس المؤسس الشركة الذكية اللي عنده مثلا شركتين أو ثلاث شركات أول مرة بيركز على المونتج ولكن ثاني والثالث ورائب مرة بيركز على التوزيع تمام؟ هون آخر صف بتركزلي على الكميونيتي بتبني مجتمع بتبني مجموعة من الناس بتحبك بتتابعك بتعملون عروض تفاعل مع الناس بصيروا الناس بيحبوك لألك كالشركة والله نحن بنحب هاي شركة بيتفاعلوا معنا وبتعاونوا معنا وبيدعموا قضايانا هاي انت عب تبني مجتمع من الناس حواليك بيحبوك لألك بيحبوك لأهدافك بيحبوك للكولة تبعك بيحبوا مواقفك من قضايا معينة هاي اسمها الكميونيتي تبني هاي الكميونيتي كيف؟ عن طريق تعمل كل ما سبق وبيستمرار وبالتزام وجودتك تكون حلوة طريقة تعاملك مع الزباين تكون حلوة يعني يكون عندك موظفين بيردوا منيحا الزباين وبسرعة هيكون في عندك كوميونيتي بشكل مباشر اوكي واخر شي ستعمل عروض مثلا عروض حلوة تغري الناس يشترون عندك بدل المنافسين اما بالسعر او بالكمية او بالمجموعة المنتجات تعمل مجموعة اغراض بسعر حلو واخر شي ممكن تضيف انت في حال في حال كان منتجك ممكن يمشي مع هذا الموضوع حطهم باللون مثلا الحطة هيك بالاصفر انه ممكن اذا منتجك بيتحمل اضيف كورسات دورات كوتشينج اي بوك اي شي يساعد لزبون ينجح او يستخدم منتج تبعك بشكل ناجح مثال اذا انت بتبيع شغلة للامهات ممكن تبيع كورس كيف تخلي طفلك ينام بسرعة كيف تربي طفلك بنجاح شاير فهسترف عندهم ثقة فيك اكتر بيشتروا منتجاتك وبشتروا كورساتك كشركة وايسة كفرد هيك انت بتعمل براند شايف شعني براند هيك بتجيب انت مصارك بالهبل بالنهاية بهمك انت مو لزبون جديد بهمك لزبون المكرر بدك لزبون نشتر عندك مرة واتنين وثلاثة واربعة وخمسة وإلا ما حتقدر تجيب مصاري مثل ما انت بدك مئة مليون وخمسين مليون اذا بدك مئة ألف ومئتين ألف ما في داعي تعمل براند أصلا متوجع رأسك فإذا عجبك الموضوع حاب نحن نساعدك بإنشاء متجرك الإلكترون من هذه المرحلة نحن ناخدك من هذه المرحلة تماماً حتى من هذه المرحلة إذا بدك ولكن نحن نركض على هذه المرحلة أكتر لأنهم في مصاري أكتر هي فيه ألف و ألفين أنا بهذا فيه عشرة ألاف فإذا حاب توصل إلى العشرة ألاف دولار من الصفر ونكون نحن معك أنا عندي كوتشينج فردي نحن نكون معك one on one في عندي معلومات أكتر عن هذا الموضوع حالياً فاتحين الأماكن لبعض الأشخاص إذا أنت حاب تكون ضمن هؤلاء الأشخاص الرابط موجود تحت شوف الكوتشينج يلي عنا إذا عجبك أحجز مكالمة مجانية معنا ومنقلك التفاصيل أكتر وأكتر أوكي فباختصار نحن ناخدك بالكوتشينج من الصفر إلى العشرة ألاف عمثارين ونعمل لك هاي المرحلة ونوصل لها المرحلة ونعمل لك إياها وسي عندك براند أوكي بس يعطيكم ألف عافية خبرون بالكومنتات شو حابين شوفوا فيديوهات قادمة عن الموضوع اللي بدكن إياها السلام عليكم